اشتركوا في القناة اول خبر اليوم يتكلم عن شركة فوكسكون المصنعة لهواتف ايفون بحيث يقول الخبر ان الشركة ممكن انه تعمل على هاتف ايفون مدمج بين الزجاج والاليمنيوم ولو اني اتوقع انه هذه الاخبار ممكن تكون غير صحيحة لانه هواتف الاليمنيوم نجحت نجاح رهيب وبعض العيوب الموجودة في هواتف التي تأتي بهيكل من الزجاج بحيث انها تبصم بالاضافة الى انها سريعة الكسر لذلك ننتظر ونشوف هل هذه الاخبار صحيحة الخبر الثاني يتكلم عن حواسب ماكبوك برو من شركة ابل بحيث يقول الخبر ان الحواسب الجديدة لشركة ابل رح تكون انحث ورح تتميز بالوان جديدة ممكن انه نشوف اللون الذهبي واللون الاسود بالاضافة الى ذلك يتكلم الخبر عن وجود منفذ يو اس بي سي وبصراحة افضل انه يحطون اكثر من منفذ ويجعلون الخيارات مفتوحة للمستخدمين يتكلم الخبر عن التطوير الموجود في الجرافيكس والمعالج وممكن انه رح تدعم حساس بصمة من اجل خدمات الابل باي بالاضافة الى ذلك الشريطة اللي رح يكون فوق الكيبورد موجود في الاعلى رح يدعم اللمس ورح يتيح لك الكثير من الخيارات بحيث انه انت رح تتحكم في سواء الموسيقى او الاختصارات الموجودة ورح يسهل عليك الكثير من المهام يبدو ان حاسبات ماكبوك برو القادمة رح تكون جذابة للمستخدمين لذلك ننتظر ونشوف ابل شو تقدم في الفترة القادمة التقرير الجديد والملفت للنظر يقول انه ابل تعمل على اسوار ذكي للياقة البدنية تقوم بتتبع الحركة ونضاضات القلب والسعرات الحرارية وهي رح تكون ارخص من الساعة على الارجح واتوقع انه ابل رح تطلق هذا المنتج اذا كانت طبعا هذه التسريبات صحيحة في العام القادم في المؤتمر اللي رح تطلق من خلاله ربما الايفون 8 وخاصة رح تكون فرصة جديدة ومميزة لاطلاق منتج جديد خصوصا بعد مرور عشر سنوات على اطلاق هواتف ايفون ابل صار لها سنتين تشتغل على النظام التشغيلي لهذه الاسوار وهذه الاسوار الذكية رح تدعم الـ 3D Touch بشكل كبير ورح تعتمد على الـ 3D Touch في اغلب المزايا المتعلقة بها بصراحة خبر يمكن يكون صحيح يمكن يكون غير صحيح لكن على الارجح انه ابل تفكر في منتجات جديدة خصوصا ان المنافسة اصبحت كبيرة من حيث المنتجات الخاصة باللياقة البدنية وننتظر ونشوف ظهرت هذه الاسبوع صور تخيلية لهاتف الجي جديد الـ LG V20 اللي الشركة الكورية تعول عليه بشكل كبير خصوصا بعد ربما فشل تحقيق مبيعات كبيرة في هاتف الجي جي 5 والملاحظة من الصور التخيلية ان الهاتف رح يجيب نفس التصميم الجي جي 5 الى حد كبير بحث رح يكون بعض اللمسات البسيطة في التصميم وربما رح تغير شركة الجي الملمس اللي كان موجود على الجي جي 5 اللي احتار البعض انه هو من البلاستيك او الامنيوم او فريم معين من المصنعية والتغييرات اللي ممكن تجي ويا هاتف LG V20 رح تكون في البطارية وايضا في دقة الشاشة وربما بعض الاشياء الجديدة اللي رح اضيفها LG في الكاميرا ونلاحظ في الصورة انه الجهاز لونه ابيض بالوقت اللي تستغني معظم الشركات مثل سامسونج ايضا اللي استغنت عن اللون الابيض في النوت 7 نلاحظ انه LG ترجع للون الابيض في هذا الهاتف ننتظر ونشوف LG شو تقدم وهل ممكن انه هذا الهاتف رح يخلي الشركة تنهض من جديد وترجع للسوق بعد فشل تحقيق ارباح كبيرة ومبيعات كبيرة في هاتف LG G5 في بداية الموسم الخبر الاخير لهذا اليوم يتكلم عن هاتف سوني اكسبيريا XR المتوقع ان تعلن عنه شركة سوني بعد فترة ومن الملاحظ في صور التسريبات اللون الازرق السماوي المميز بالاضافة الى وجود منفذ USB Type-C ونلاحظ التغيير في الاطراف انه الاطراف اصبحت دائرية ومختلفة عن الهواتف سوني اكسبيريا السابقة وايضا من المرجح ان يأتي الهاتف بشاشة بدقة Full HD بحجم 5.1 انش مع معالج 820 سناب دراجون بالاضافة الى ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت بالاضافة الى امكانية تركيب ذاكرة خارجية ومن المرجح ان يأتي الهاتف بنظام مارشميلو وليس نظام نوغات جديد في نهاية الحلقة لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب وتابعونا على مواقع التواصل وتحياتي يا اخوكم محمد الحداد وفيما الله ايضا اتكلم الخبر عن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة